موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عبد الحسين شعبان أهلا وسهلا بك دكتور في ستوديو الميادين أبدأ معك طبعا حضرتك عراقي وأبدأ معك من الشأن العراقي وما قاله كاميرون أمام مجلس العموم البريطاني منذ أيام في الأسبوع الماضي أواخر الأسبوع الماضي من أن المعركة في العراق قد تتطلب سنين طويلة كيف تقرأ هذا الكلام؟ أظن هذا جزء من استراتيجية الغرب عموما والولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا قبل أحداث دعش أيلوت سبتمبر الإرهابية الإجرامية التي حصلت في البلد المتحدة عام 2001 لذلك حدد الرئيس بوش في قينها أن المعركة ستطول ربما أكثر من عشر سنوات وستشمل أربعين بلدا وستصل إلى ملاحقة نحو ستين حركة سياسية متهمة بالإرهاب لاحظي هنا أن تحديد وصف الإرهاب يشمل منظمات للمقاومة بما فيها المقاومة الفلسطينية هذا الأمر يتجدد الآن وكأنه الوجه الآخر أو القسم الثاني من الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب أتى في العام 2014 مناسبة احتلال داعش للموصل وتمددها في مناطق ومحافظات عراقية بما فيها صلاح الدين والأبار وأجزاء من كركوك وأجزاء من ديالة وصولا عند مشارف أربيل وعند مشارف بغداد في إطار حزام بغداد ولولا التدخل الإقليمي والدولي لكانت ربما مدن عراقية كبرى مثل أربيل أو حتى بغداد أو أطراف بغداد قد وقعت تحت أيدي داعش هذا الأمر الآن جزء من استراتيجية جديدة إذا كان دعيني أقول لك يعني إذا حدد أبوش عفوا عذرا على المقاطعة دكتور إذا حدد أبوش عشر سنوات لمحاربة هذه الحركات يعني عشر سنوات منذ العام 2003 مع غزو العراق واحتلال العراق إلى العام 2013 يعني هناك عشر سنوات انقضت هو تمديد لهذه المهلة ولكن من بريطانيا هذه المرة لا من أمريكا بالتحديد الرئيس أوباما قال أن الحرب تستغرق ثلاث سنوات في حدها الأدنى وقد تصل إلى عشر سنوات وقد نحتاج إلى فترة أخرى وحدد لها ثلاثين مليار دولار كدفع أولى ربما أو كجزء على الحساب إذا جاز لي التعبير أن أقول إذا كان وباء إيبولا هذا المرض الشهير الذي قيل بأن أمريكا قد أرسلت هذا الفيروس لأفريق نعم قد شمل حتى الآن خمسة آلاف شخص توفى منهم أكثر من ألفين ويحتاج لمعالجته وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى مليار دولار فأن مكافحة الإرهاب الدولي التي ضربت عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين العراقيين والسوريين ووصلت إلى عرزال وقد تمتد إلى دول المنطقة وقد تحتاج إلى حفن من السنوات للقضاء عليه وفقا للمنظور الاستراتيجي الذي حددت واشنطن وحدده رئيس الوزراء الكاميرون أريد أن أقول أن في الفترة الماضية صدرت ثلاثة قرارات دولية مهمة هي الأخطر في تاريخ المنظمة الدولية حول مكافحة الإرهاب حتى الآن منذ عام 63 ولغاية عام 2016 منذ عام 63 ولغاية 2011 ولغاية 2001 صدر نحو 12 قرار لمكافحة الإرهاب الدولي في الطائرات في المطارات في البواخر طبعا هنا أيضا يشمل أعمال المقاومة بما في أعمال المقاومة ولكن خلال عام 2001 2002 صدر ثلاث قرارات من أخطر ما أصدرته المنظمة الدولية القرار 1368 وقد صدر بعد يوم واحد من أحداث دعش ألول سبتمبر الإرهابية الإجرامية حددت تم تحديد فيها الوجهة لمكافحة الإرهاب ملاحقة الإرهابيين تشفيف منابع الإرهاب إلى آخره إلى آخره القرار الآخر وهذا أخطر قرار في تاريخ المنظمة الدولية هو 1373 صدر يوم 28 أيلول سبتمبر من نفس الشهر من نفس العام 2001 هذا القرار أعطى للدول بين قويسات طبعا المتنفذة الحق في شن الحرب متى شاءت إذا اعتقدت أن هناك خطرا ما إرهابي وشيك الوقوع يمكن أن يحدث أي أنها منحتها الحق بين قويسات في الحرب الاستباقية أو الحرب الوقائية كما يقال الحرب على النية أيضا بالضبط أو حتى افتراضية بالضبط هذا يعيدنا إلى القانون الدولي التقليدي أنه ما يسمى بحق الفتح وحق شن الحرب وحق الاستيلاء على الأراضي وحق الاحتفاظ بهذه الأراضي إذا كانت مصلحة الدولة القومية يتم تلبيتها من خلال هذه الحرب القرار الثالث وهو قرار خطير أيضا لأنه كان فاصلا لمن معنا ومن ضدنا كما قال الرئيس بوش هو القرار 1390 الذي صدر اليوم 16 يناير أي كانون الثاني عام 2002 الذي حدد مسؤولية الدول أعضاء الأمم المتحدة بضرورة الاشتراك بالحملة الدولية لشن الحرب على الإرهاب وإلا ستتعرض هي للعقوبات أيضا باعتبارها شريكة هنا حدد بوش ما قاله إسامة بن لادن قسم العالم إلى فسطاتين معنا وضدنا وهو الأمر الذي يحدث الآن على نحو شديد صدر في 15 أب أغسطس الماضي أي قبل شهر ونيف قرار رقم 21-70 في يوم 15 أب أغسطس هذا القرار دعا لتجفيف منابع الإرهابيين مصادرة أموالهم وضع ستة أسماء مهمة على قائمة الملاحقة الدولية ووضع جهات وجماعات يمكن أن يشملها هذا القرار لكنه لم يضع أبو بكر البغدادي رئيس تنظيم الدولة الإسلامية داعش والخليفة الحالي كما يقال ضمن القائمة يبدو أن الاستخبارات الدولية العالمية ليس لديها المعلومات الكافية أو أن هذه المعلومات لم تظهر بعد في حين كان أبو بكر البغدادي قد ظهر قبل ذلك في جامع النور الكبير في الموصل بكل هيئته وبساعته الرولاكس وبطريقة حديثه وبالإشارات الصوتية والضوئية وبتقطيل التليفونات والموبايلات وجميع وسائل الاتصال خلال ساعة وربع من وجوده وبوجود شباب موجودون هؤلاء في الجامع بطريقة مسترخية وكأنها حدث عادي مثل ما يذهب بعض الناس إلى الجامع معتادين في ظروف وأوضاع طبيعية وسلمية كل ذلك محضر سيكولوجيا ونفسيا للتأثير هذا الأمر يثير أسئلة كبيرة حول خطة مكافحة الإرهاب هذا ما أريد أن أسألك يعني هناك أسئلة كثيرة تطرح عن خطة مكافحة الإرهاب في العشر سنوات الأولى ماذا حققوا؟ بعد غزو واحتلال العراق من العام 2003 حتى العام 2013 ومن مع بدء إذا صح التعبير يعني مع بدء ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي أيضا ماذا حققوا حتى الآن وماذا يريدون أن يحققوا سنتابع هذا الموضوع ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف العربية الصدرة اليوم إلى عنوين الصحف العربية الصدرة اليوم نتقع أهلا بكم نبدأ فقرة عنوين الصحف مع صحيفة السفير اللبنانية التي عنوانت أن نزحون يهزون الحكومة ودرباس لا يمانع في التنسيق مع السوريين طريق العسكريين مقطوعة وإلى التشريع للتمديد مفتوحة وعنوان آخر من صحيفة السفير أوباما لم نحسن تقدير خطر صعود داعش في سوريا غارات قرب حمص ولفروف يحذر من العدوان البري صحيفة السفير عنوانت القاعدة يستهدف الحوثيين 15 قتيلا في هجوم انتحاري انتحاري عشاء سري في نيويورك وزراء عرب مع الاثنين ننتقل إلى صحيفة الوطن السورية مخاوف من سنجار ثانية بعين العرب ومقتل إرهابيين بدير الزور ودرع وإدلب الجيش يسيطر على أجزاء من الدخانية وتهديئة الوعر مستمرة عنوان آخر من الوطن انتقادات إيرانية وكوبية وكورية لغارات التحالف في سوريا وبغداد تؤيدها بحدود المعلم تدريب وتسليح المعارضة المعتدلة يعطل الحل صراع على الكراسي بين المجلس العسكري والإتلاف ننتقل إلى صحيفة العرب اليوم الأردنية مناوشات الحكومة والنواب رحلت قانون الضريبة إلى الدورة العادية قاعدة اليمن تعود لاستخدام اسم أنصار الشريعة في مواجهة أنصار الله من الحوثيين البشير يحذر خصومه من السيناريو اليمني ننتقل إلى صحيفة الوطن العمانية تحالف حرب داعش يجدد قصف المصافي وأمريكا تقر بإساءة التقدير الجيش السوري يتقدم بريف دمشق والقوات العراقية تصد هجوما بالفلوجة ليبيا حكومة الثانية تؤدي اليمين واشتباكات قبلية بالجنوب والآن إلى صحيفة الراي الكويتية شرعي الجبهة ناشدوه طي الصفحة للتصدي للحملة الصليبية تدمر في النصر من تأخر الجولاني في المصالحة مع داعش استجابة الجولاني تعني أن عليه مبايعة البغداد أميرا له المصالحة إن تمت ستكسر شوكة القاعدة معارضون يتساءلون عما إذا كان هدف التحالف هو إنهاك كل المعارضة لإعادة تأهيل النظام السوري دوليا وأخيرا مع صحيفة الثورة اليمنية في اجتماع رئيس الجمهورية مع هيئة مستشاريه الاتفاق على سرعة دراسة شروط الترشيح لعضوية الحكومة الجديدة مناقشات مستفيدة حول اختيار رئيس الوزراء وفقا لاتفاق السلم والشراكة هددت بفرض عقوبات ضد كل ما يهددون السلم والاستقرار الولايات المتحدة تدين استمرار العنف في اليمن وتجدد دعمها لجهود الرئيس هادي مع صحيفة التأثورة اليمنية نكون وصلنا إلى ختام فقرة عنوين الصحف والآن عودة إلى آخر طبع دكتور طبعا سنتناول عنوين الصحف ولكن لابد أن نلقي الضوء على ما كنا نتحدث فيه قبل العنوين موضوع ماذا حققت أمريكا ولكن باختصار شوي رتم البرنامج لا يسمح بالشرح ماذا حققت أمريكا مما قامت به وماذا تريد حاليا أن تحقق أظن أنها حققت شيئين مهمين قضت على نظام طالبان واحتلت أفوانستان وقضت على نظام الرئيس العراق السابق صدام حسين واحتلت العراق ولكنها لم تستطع تحقيق شيء جدي على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي الإرهاب الدولي الآن انتشر واتسع على نحو شديد أما موضوع ثورات الربيع العربي فهذا شأن آخر كان هناك احتدامات في العديد من البلدان العربية كان العراق تعاني من نظام حكم ديكتاتوري شديد الوضع كانت مصر تعاني من نظام حسن مبارك كانت تونس تعاني من نظام زين العابدين بن علي كانت اليمن تعاني من نظام علي عبدالله صالح كانت سوريا تعاني من شح الحريات إلى آخره كل هذه الأمور كانت بحاجة إلى وقفات جدية لما حصل في العالم لقد حصل في العالم عملية تغيير طويلة الأمد كانت في البداية في أوروبا الغربية شملت ثلاثة بلدان البرتغال، إسبانيا، اليونان نحو الدموقراطية، نحو التحددية، نحو الحريات ثم بدأت في أوروبا الشرقية في نهاية الثمانينات وانتقلت إلى أمريكا اللاتينية كان الأمر طبيعياً أن تمتد حركة التغيير إلى المنطقة العربية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات للأسف أن المصالح الدولية حالت بانكسار موجة التغيير عند شواطئ البحر المتوسط لأسباب تتعلق بمصالح القوى الدولية لم يعد الأمر ممكناً خصوصاً في ظل انهيار الكتة الاشتراكية وتوجه العالم نحو نظام جديد على الأقل بشرة بقضايا المجتمع المدني والحريات واحترام حقوق الإنسان المنطقة العربية ليست بشر ولم يطبق المنطقة العربية ليست استثناء وهي بحاجة إلى عملية التغيير استطراضاً لما تتحدث عنه لماذا كل الثورات تنتهي دائماً الثورات التي تقال باتجاه الديمقراطية والتي تبشر بالديمقراطية والحرية تنتهي إلى حضن أمريكا إلى حضن مصالح أمريكا والولايات المتحدة وحلفائها الأمر ليس هكذا هناك صراع أمريكا جاءت متأخرة في تونس وفي مصر على أقل تغيير وكان للجيش دور حاسم في عملية التغيير بتعاون مع القوى الشعبية الرافضة المطالبة بالتغيير الولايات المتحدة برغماتية في السياسة وتعاملت وتتعامل دائماً بالحفاظ على مصالحها ولذلك دخلت على الخط حاولت التأثير هنا وهناك ولكن بلا أدنى شك أن فتحت المنطقة على موجة جديدة من الإرهاب الدولي حصل الأمر في سوريا عندما انتقلت حركة التغيير والحركة المطالبة بالحريات إلى العنف وإلى العنف المسلح وإلى عملية الإرهاب وإلى دخول قوى وأطراف إرهابية من داعش إلى جبهة النصرة إلى غيرها من القوى التي تعاونت مع الخارج واعتمدت في هذا الأمر على تركيا وعلى دول عربية وعلى الولايات المتحدة باتجاه حداث التغيير هذا الأمر يحدث دائماً دائماً وأبداً أن القوى المتنفذة سواء كانت إقليمية أو دولية كبرى من يشعر من يمتلك القوى كأنه يستخدم هذه القوى في عملية الاصطفافات وفي عملية النفوذ هذا الأمر الولايات المتحدة حاولت أن تستثمره على نحو واسع في مصر في سوريا في اليمن في غيرها بهدف الحفاظ على مصالحها ولكن دعيني أقول لك أنها لم تكن بعيدة كل البعد عن جماعات إرهابية أنشئت في ظلها وبالتعاون معها كما حصل عندما أنشئت تنظيم القاعدة في موليمان الولايات المتحدة عندما حدث الأمر في تنظيم القاعدة عام 1998 بعد أن حارب ما سمي بالمجاهدين الأفغان لبضعة عوام النفوذ السوبيتي ثم أنشئ تنظيم القاعدة الذي قاده إسامة بن لادن ولكن بالطبع إسامة بن لادن وكل التنظيمات الإرهابية بما فيهم أبو بكر البغدادي لا يلتزمون حرفيا خصوصا عندما يمتلكون القوة والنفوذ والمال لا يلتزمون كليا بما يحدد لهم من تعليمات ومن مستلجمات للعمل هذا الأمر حصل ويحصل باستمرار وهناك تداقل طالما هناك اختلال في موازين القوى يحدث مثل هذا التداقل على كل حال سوف نفسر أكثر ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية الغنوشي النهضة ترحب بقادة الإخوان رأى زعيم حركة النهضة الرائد للغنوشي أن ما يحدث في العالم العربي هو صراع بين الثورة والثورة المضادة وأكد في مقابلة مع الصحيفة أن الحركة عاكفة على مناقشة تلك الأوضاع ودراستها لتجنب ما تعيشه بعض الدول كمصر وليبيا وعن تحالف أمريكا وحلفائها لضرب داعش عبر الغنوشي عن رفض تونس للتدخلات العسكرية الأجنبية مهما كانت الأسباب وعما إذا كانت تونس ستستضيف قادة من جماعة الإخوان المصرية قال مع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ولأنه بات غير مرغوب فيها من طرف المجتمع الدولي فإن اتخاذ أي قرار باستقبال الشخصيات من الإخوان في تونس يخضع لما تراه الدولة التونسية مناسبا في إطار المجتمع الدولي وأضاف لكن نحن كحركة نرحب بالشخصيات الإخوانية التي ترغب بالإقامة في تونس وعن تجربة النهضة في الحكم قال إن مشاركتها كانت صعبة لكن هذا لا يعني أن المسيرة كانت سلبية وأكد أن النهضة لم تنسحب من الحكم بل تنازلت لمصلحة تونس وأشار إلى أن امتناع الحركة عن تقديم مرشحها للانتخابات الرئاسية ليس مناورة بل رعاية لمصلحة البلد لأن منطق الأغلبية لا يصلح الرأي الكويتية تذمر النصر من تأخر الجولان في مصالحة داعش كشفت مصادر إسلامية على علاقة وثيقة بالجماعات الجهادية للصحيفة أن شرعي جبهة النصر ناشد الجولان إعلان المصالحة والتعاون مع تنظيم الدولة بهدف التصدي للحملة الصريبية الجديدة المصادر أكدت أنه بنتيجة هذا التذمر تبلورت فكرة لدى مقاتلين من جبهة النصر بترك صفوفها والالتحاق بداعش ومبايعة أبو بكر البغدادي وذكرت المصادر أن استجابة الجولان لنداءات المصالحة تعني مبايعته البغدادي أميرا له وحل جبهة النصر واندماجها بداعش وبالتالي بداية النهاية لتنظيم القاعدة الجدار العازل الغربي حول سوريا بدأ ينكسر مسؤولون في دمشق يدرسون فقرة لافتة في كلمة أوباما أمام الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي دعا القادة السياسيين في المنطقة إلى رغض الفتنة الطائفية وقال إن خطوة كهذه يجب أن تتبعها هدنة أوسع وما من مكان يحتاج لذلك أكثر من سوريا بنسبة إلى أوباما فإن تأييد جبهة مشاركة يستلزم تحولا قد لا يكون ممكنا الآن على المستوى السياسي علما أن واشنطن توقفت عن مطالبة الرئيس الأسد بالرحيل إلا أنها لا تزال تقول إنه فقد شرعيته لكن يمكن دائما إعادة اكتساب الشرعية كذلك فإن احتمال أن يصنف الأسد أي من معارضيه المسلحين بغير الإرهابيين ليس مرشحا أيضا لكن الهدنة لا تستلزم إعلانا رسميا التسوية السياسية التي تحتاج إليها سوريا لا يمكن أن تعتمد على مؤتمرات الجنف من الأفضل أن تبنى على قاعدة اتفاقات هدنة محلية وجبهات مشتركة ضد داعش دكتور عبد الحسين هل فعلا ما يحصل في مصر وليبيا هو ثورة مضادة كما قال الغنوشي لصحيفة الأخبار في ليبيا الموضوع مختلف عن مصر في ليبيا حالة من الفوضى انفلاش غياب الدولة ضياع المؤسسات ولذلك لا وجود لشيء اسمه دولة نحن في مرحلة ما قبل الدولة بالطبع النظام القذافي دمر المجتمع لم توجد مؤسسات خلال تلك الفترة والسلطة ابتلعت الدولة ما بعد نظام القذافي جرى تدمير الجزء المتبقي من الدولة أو السلطة والمجتمع كان في حالة من التهدم والانكسار والذلك لم نعد نرى وجود مجتمع موحد ولم نجد مؤسسات لدولة أو نواتات لدولة في مصر نحن في مرحلة انتقال ما بعد ثورة يناير عام 2011 هذه المرحلة الانتقالية قد تطول كان مرحلتها الأولى حكم الأخوان مرحلتها الثانية حكم السيسي هناك تداخلات ما بين الحركتين وبالطبع هناك تجاوزات من الطرفين لما حصل الحريات وحقوق المواطنين لا سيما الحقوق الدستورية والحقوق الدموقراطية العامة ولكنني لا أستطيع أن أصف ما هو موجود خصوصا بإجماع القوى الشعبية باستثناء حركة الأخوان على كونها حركة للثورة المضادة هناك تراجعات هناك تعرجات في هذا المسار ولكنها في إطار المرحلة الانتقالية التي لم تتحدد معالمها بعد قد تحتاج إلى بضعة سنوات لكي تتحدد هذه المعالم ولكننا لم نعد نتحدث عن نظام مثل ما كان في عهد الرئيس حسن مبارك ما هو موجود شيء مختلف هناك تعددية في المجتمع المصري هناك صراع قوى هناك من يتخوف ويروج نعم من حقهم أن هذا هو النظام نفسه ولكن بشكل آخر ولا بد أن يعود إلى ما كان عليه نظام الرئيس حسن مبارك مصر لا بد أن تعود إلى نظام مؤسسات لا بد أن تترسخ المؤسسات في مصر هناك دولة دولة عميقة دولة امتدادها ألاف السنوات هذه الدولة هي مستمرة ولديها مؤسسات ولديها بيرقراطية ولديها دواوينية ولديها مراتبية هذه الدولة لا بد أن تعود كما كانت في السابق بمعنى المراتبية والدواوينية ولكن في إطار دستوري يحترم الحقوق والحريات هذا هو الذي قامت من أجله الثورة ثلاث أهداف كرامة وحريات وعدالة اجتماعية دون ذلك ربما سيحدث الصراع من نوع جديد الآن في المشتمع المصر طالما نتحدث عن الإخوان أيضا كيف تقرأ وكيف تفسر هذا الموقف الحالي من الإخوان قطر تريد أن تستبعد أو تبعد قيادات من الإخوان من قطر وهناك محاولات لاستضافتهم في أي دولة لا أحد يريد استضافة هؤلاء أظن أن قطر أخطأت عندما اندفعت في دعم الإخوان على نحو المطلق وبالكامل ويتخطأ الآن فيما إذا أبعدتهم بمعنى يعني جعلتهم يعني هلما أخطأت في الأول ألا يعتبر أنها تصحح يعني حقيا لا لا عندما تريد أن تبعدهم الآن بمعنى تضعهم عرض للرياح وعرض للتأثيرات الخارجية الإخوان جزء من المجتمع المصري أخطأوا المخطئين أو المخطئون لا بد أن يقدموا إلى القضاء فيما إذا كانت هناك مساءلات قانونية على ذلك حرية العمل السياسي ينبغي أن تعود بشروط معينة ضمن أوضاع معينة في إطار التطبيع في إطار تحفدات من الجميع بنبذ العنف واستخدام العمل السلمي وسيلة من وسائل حل الخلافات ما بين الفرقاء المتنازعين لهذا السبب من حق أي فئة فيما إذا خرجت خارج البلاد أن تأخذ اللجوء السياسي أن تتحصل على اللجوء السياسي لأن هذا حق فيما إذا كانت ملاحقة في بلدانها أو إذا كان هناك انتهاك للحقوق الأساسية سواء دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك هناك ما صنفها بأنها جماعة إرهابية تحديدا بعض الدول العربية ودول الخليج تحديدا هذا الأمر هذا التوصيف السياسي بالمعنى إياه لا بد من العودة للتوصيفات القانونية ما الذي نعنيه بالجماعة الإرهابية إذا كان بعضهم قد استخدم العنف هؤلاء يقدمون إلى القضاء في إطار القوانين والأنظمة السائدة والمرعية علما قدري أن الإخوان وصلوا إلى السلطة بانتخابات دموقراطية وفي ظروف انتقالية من نظام استبدادي إلى نظام ينفتح على الحريات هذا الذي حصل في انتخابات 2012 والدستور الذي شرعوه على الرغم من الملاحظات والنواقص والثغرات والعيوب كان يحتوي على الأسس العامة التي اعتمدها الدستور الجديد الذي تم الاستفتاع عليه في عهد الرئيس السيسي في الإطار الذي يشمل الأبواب والحقوق والحريات الموجودة في الدستور السابق لهذا أقول يمكن تقديم الأفراد الذين يقومون بأعمال العنف أو بالإرهاب إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفقا للقوانين والأنظمة المرعية أما جماعة بشرية أو تنظيم بكامله يجري تصنيفه بهذه الطريقة لا أظن علما بأن هؤلاء كانوا حلفاء للعديد من السياسيين والقوى والتيارات السياسية الموجودة حاليا في مصر نعم نتابع ولك بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إبقوا معنا أهلا بكم عزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأعود وأرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور عبد الحسين شعبان أهلا وسهلا بك دكتور نذهب نحن وياك إلى بغداد حيث يوافينا الزميل عبد الله بدران بعناوين الصحف العراقية الصادرة اليوم إليك عبد الله أهلا بكم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد داعش في العراق الخلاف المستمر حول الوزارات الأمنية وتأمين العاصمة والمناطق الحساسة فيها أبرز عنوين الصحف العراقية الصادرة اليوم نبدأ من صحيفة العالم التي جاء فيها قوة أمريكية تشرف عليها من سبايكر مكاتب متطوعين في سامراء يديرها ألوية من الجيش السابق أنقرة تشتري نفطه بثلاثين دولار النفط صعب مراقبة صادرات كردستان الغارات الجوية لم تؤثر في حركتهم في الشارع الموصل مستشفى المدينة يستقبل قتلى داعش وجرحاهم العبادي غير مدعوم بموافقة برلمانية تغفيض النواب يعزز موقف الحكومة في التدخل العسكري صحيفة الدستوري من جانبها جاء في عنوينها اكتمال منظومة المراقبة الجوية وبوابات شرطة دفاع الأنترنت كاميرات ومناطيد مسيرة لدعم أمن بغداد في المدينة الآمنة فريق تفاوضي لمعالجة وتخليص الرهاء قوات خاصة لمنع اختطاف الطائرات أكد حق القائد العام حل أي مؤسسة عسكرية أو تشكيل أخرى المالكي نحن ضد إسقاط حكومة العبادي صحيفة المدى من جانبها جاء في عنوينها كتلة الأحرار لا ترى وجود تعاطف شعبي مع الاحتجاج الدعوة يتحدث عن استفزاز ويتوقع تراجع المتظاهرين ضد الحكومة ناجون من الصقلاوية يتم إرغامنا على العودة إلى المعارك بلا سلاح البشمرق الطيارون الكرد عادوا للخدمة وتنسيقنا مع بغداد ضعيف التنظيم يوزع ألياته تفاديا لضربات الطيران صد هجوم على عاملية الفلوجة يمنع سقوط الطريق الدولي صحيفة النهار من جانبها جاء فيها القنصر التركي عناصر داعش يتلقون العلاج في بلادنا قائد صحوة القرمة يكشف عن أسماء المجرمين المتورطين بقتل الجنود العراقيين المظلومين في معسكري السقلاوية والسيتشر الصراعات بشأن الوزارات الأمنية تعود للواجهة والخلافات تؤجل حسم تسمية الوزراء الأمنيين إلى ما بعد عيد الأضحى مصدر المطلع يكشف عصابات داعش الإرهابية نقلت عناصر الجيش العراقي الأسرى في السقلاوية إلى داخل مدينة الفلوجة كانت هذه هي أبرز عنوين الصحف العراقية الصادرة اليوم شكرا للزميل عبدالله بدران على قراءة عنوين الصحف العراقية الصادرة اليوم دكتور عبدالحسين يعني هذه هي كعينة عن الصحف العراقية على أي من تلك المواضيع أو العنوين تود أن تحدث باقة مهمة من الأخبار طبعا اليوم يعني بين العراق وبين سوريا يعني المشهد السياسي الدولي أظن أن موضوع داعش هو الموضوع المثير الأساسي ثم موضوع الوزارات الأمنية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والصراع طبعا هذا الصراع يعني لو نتحدث عنه وقضية ثالثة علاقة المركز بالإقليم وموضوع تصدير النفط حتى الآن هذه قضايا ومشكلات جدية يعاني منها العراق وهي منها ترك من النظام السابق واستمرت حتى الآن أقصد من يعني ما قبل تشكيل حكومة الدكتور حيدر العبادي موضوع الداعش الآن هو الخطر الأكبر ولذلك توحدت الاتجاهات والحركات السياسية العراقية على مختلف ألوانها تحت عنوين محاربة داعش لا سيما عندما شاهدوا أن المجتمع الدولي كله يتجه باتجاه محاربة داعش والمجتمع الإقليمي أيضا وجود إيران على الخط كان له دور كبير في حماية أربيل كما أفادت بذلك قوى كردية إضافة إلى دور الولايات المتحدة عندما اقتربت القوات الداعشية من أربيل فكانت الضربات التي وجهت إلى قوات داعش كفيلة بردها ويعادتها إلى مواقعها هل اقتربت القوات الداعشية بشكل فردي بشكل مبادرة فردية من هذا التنظيم أم أنه مرسوم لها أن تقترب من هناك فتتدخل أمريكا أعتقد أن الموضوع حتى وأن كان ضمن حدود معينة قد نوقش في السابق أو في الحاضر باتجاه أنه العودة الثانية لولايات المتحدة إلى المنطقة أو ما سمي الاحتلال الثاني هو الوصف الذي أطلقه السيد مقتر الصدر وقال تحديدا لو جاءت القوات الأمريكية بريا لكنا أول من تصدى لها سواء تحت عنوان مكافحة الإرهاب الدولي أو تحت عنوين أخرى ولكن هي عودة ثانية لولايات المتحدة بعد أن اضطرت إلى مغادرة العراق اضطرارها لمغادرة العراق له ثلاثة أسباب أساسية الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها اقتصادياً ومالياً لسيم انهيار بنوك وشركات تأمين عملاقة ثم الخسائر البشرية المادية والمعنوية التي تعرضت لأهل الولايات المتحدة هناك أكثر من 4800 قتيل وحوالي 26 ألف جندي من الجرحى والمتضررين بسبب الحرب أوضاعهم النفسية انتحارات إلى آخره إلى آخره المصدرين بإعطاء جسدية أو حتى بظروف صحية نفسية بالضبط وهناك أيضاً ضغط الرأي العام الأمريكي وضغط الرأي العام الأوروبي والدولي باتجاه انسحاب الولايات المتحدة ما الذي تغير حتى يمكن عودة الولايات المتحدة الولايات المتحدة حققت في هذه العملية جزء من أهدافها أيضاً في شن الحرب على العراق حماية أمن إسرائيل وهذا خلال فترة احتلالها العراق وما بعدها شنت إسرائيل أربعة حروب على على العرب حرب تموز ضد لبنان في عام 2006 يعني لبنان وفلسطين تحديداً وفلسطين الحرب على غزة عام 2008-2009 ثم الحرب الثانية عام 2012 والحرب الثالثة التي سميت الجرف الصامد عام 2014 كل هذا يعني ما بعد احتلال العراق ومنابع النفط ظلت بالنسبة للولايات المتحدة هدف دائم في استراتيجيتها منذ الخمسينات وحتى الآن هذه الهدف استراتيجية ما تزال الولايات المتحدة تمسك بها وإذا ما عادت إلى المنطقة عودتها ستؤدي إلى بيع المزيد من الأسلحة إلى دول المنطقة وقد بعض هذه الأسلحة تبقى في مخازنها إلى أن تتحول إلى سكراب بعد عشر سنوات ولكنها تأخذ أو تقبض أثمانها واستخدام أسلحة جديدة ودفع بلدان هذه المنطقة إلى فوضة عارمة لذلك الآن أصبح تقاتل وانفلات وتشضي للوحدات الوطنية في عدد من البلدان العربية في ليبيا الوحدة الوطنية مهددة في سوريا ممزقة في العراق ما تزال الوحدة الوطنية والتقسيم يدق على الأبواب في اليمن الأمر حصل أيضا في لبنان مهدد في لبنان أيضا مهدد وفي بعض دول خليج أيضا ربما ستصل هذه النار نار الإرهاب الدولي إلى هذه البلدان في هذا المشهد للولايات المتحدة تقبض على العديد من العناصر المحركة واحد من هذه العناصر المحركة هي امتداداتها واختراقاتها لهذه التنظيمات الإرهابية التي تمددت من سوريا إلى العراق وأعلنت دولة إسلامية مزقت إلى متى ستبقى هناك هذه الدولة وهل رسمت حدود دولة أخرى؟ حتى الآن لا يوجد حدود لهذه الدولة هي تريد دولة خلافة إسلامية ولكن دولة خلافة الإسلامية بدأت من الرقة إلى الموصل في امتداد جغرافي طبيعي بشري موصول موصول لحوالي أربع ملايين ونص إنسان دفعة واحدة ثم امتدت إلى الغرب إلى الأنبار عبر صلاح الدين وإلى كركوك وإلى ديالة أصبح الحدد بحدود ثمانية مليون ولمنطقة جغرافية تشكل نحو ثلث سوريا تقريبا وثلث العراق تقريبا أيضا هذا الأمر ليس بإمكان داعش أن تبقى إلى ما لا نهاية في هذه المنطقة لا البيئة حتى وإن بدت حاضنة في الوقت الحاضر لكنها تحولت تدريجيا إلى الضد من ذلك اثنين ما قامت به من إجراءات بالضد من طبيعة سكان هذه المنطقة الذين اعتادوا على دولة ودولة مدنية وفيها شيء من التحضر هؤلاء يريدون عودتهم إلى 1400 سنة إلى الوراء ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين أي أن التقدم الذي حصل في نصف القرن الماضي يعادل مئات بالألاف السنين التي حصلت كل هذا كل هذا يضغط على داعش لكن الولايات المتحدة ولكن داعش تماهت بين السكان وانتشرت في المدن وفي الأحياء وفي القصابات لذلك القضاء عليها بدون قوة برية محلية بالضبط هذا ما أقول يعني بالتالي هؤلاء الأهالي هم الذين ممكن أن يشكلوا الجيش الحقيقي بوجه داعش يعني الأهالي من جهة القوات النظامية من جهة أخرى الجيش العراقي فيما أذا عيد يعني تسليحه من جهة ووضعه على سكة جديدة على قاعدة أو على ما جاء في صحيفة الرأي الكويتية تقصد بتشكيل العسكر من جديد بالموضوع يعني على عقيدة عسكرية جديدة عقيدة عسكرية جديدة خارج نطاق المحاصصات خارج نطاق التقاسم الوظيفي المذهبي والإثني والطائفي وغير ذلك لا بد من إعادة النظر لا بد من إعادة التجنيد الإجباري لكي يشمل الجيش كل العراقيين أي عراقي يصل عمره إلى حد معين ضمن المواصفات المعروف يمكن أن يذهب إلى الجيش وهكذا يمكن أن يتطوع يمكن أن يبقى ويمكن أن يخدم في إطار القوات المسلحة العراقية كما كان الجيش العراقي منذ التأسسه عام 1921 وإلى عام 2003 بغض النظر عن الجانب العقائدي الذي هيمن فيه الحكم السابق على قيادات الجيش ولكن على الأقل كان له عقيدة يقاتل كان له عقيدة سياسية بغض النظر عن ذلك بالضبط في صحيفة الرأي كشفت مصادر إسلامية على علاقة وثيقة بالجماعات بأن هناك خلافات داخل جبهة النصرة يعني جبهة النصرة حاليا يعني تقوم على الجولاني وتطلب منه أن ينضم أن يبايع البغدادي وينضم إلى إلى داعش برأيك يعني إلى ماذا يؤسس هذا الكلام؟ المختصون بالجماعات الإسلامية منذ فترة وقرأت عديد من التقارير وعديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالجماعات الإسلامية وبداعش وجبهة النصرة تحديداً عندما تأسست داعش باتحاد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وتنظيم القاعدة في بلاد الشام لم يكن الأمر يسيراً حصل بعد اشتباكات وبعد معارك وبعد احتكاكات الآن جبهة النصرة شعرت أنها لوحدها لو وقفت في وجه القوات الأمريكية أو غير ذلك يمكن أن يؤدي إلى انهيارها لا بد من تنظيم أكبر تنظيم داعش هو الأكبر هو المدعوم من مركز تنظيمات القاعدة هو الوجه الجديد هو الصورة الجديدة لتنظيم لتنظيم القاعدة في المنطقة نعم تنظيم داعش بامتداداته بالحركة التي قام بها باستيلائه على هذه المناطق الواسعة بالأموال التي لديه حسب تقدير الولايات المتحدة والتقارير التي أصدرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هناك أكثر من مليارين ملكية داعش وحصلت على بعض هذه الأموال من أسواق حمص ومن أسواق الذهب في حلب أيضا وعندما انتقلت باتفاقات إلى الخارج كان لها هذا التأثير الكبير ما تحصل عليه من النفط يوازي ستة مليون دولار حاليا تبيع هذا النفط بثلاثين دولار عبر تركيا كما ورد في الصحافة وقسم من هذا يباع إلى إسرائيل أيضا ليس قسم الجزء الأساسي منه يباع إلى إسرائيل نعم جزء الأساسي منه يباع جزء الأساسي يباع إلى إسرائيل هذا الأمر يجعل من تنظيم داعش هو التنظيم الأكثر الأكثر استقلابا للقوى الإرهابية والأكثر تجذرا والأكثر تنظيما إذا كان يقال بأن التمويل هو أحد أهم أسباب استمرار هذه الجماعات والتنظيمات ليس الأسهل تشفيف منبع التمويل تشفيف الأسباب التي دفعت إلى داعش بأن تصبح إلى هذا الحرب على الأقل قطع النفط التمويل النفطي عنها تقول الولايات المتحدة أنها تضرب أو ضربت حتى الآن 12 مصفى صغير له علاقة لكن هذه ليست هي القضية الرئيسية التي يتمول منها داعش داعش يتمول من المواطنين أيضا يأخذ خوة أتوات من المواطنين لكن ليس كالنفط دعيني أقول كان يأخذ هذه الأتوات منذ سنوات من أهالي الموصل من أهالي صلاح الدين من بعض أهالي الأنبار ومن بعض أهالي كركوك أيضا بعض أطراف كركوك وصولا إلى ديالة ولذلك الآن هو أغنى تنظيم إرهابي في العالم والأموال دائما تأتي بالأموال هناك مداورات لهذا السبب أنا أقول أن جفة النصرة فكرت أن الطريق السليم لاستمرارها ولبقاءها هو الانضمام إلى داعش أو التعاون مع داعش على نحو الوثيق في مقاومة ما سمي بالمواجهة الأمريكية بوسط هذا ما نتحدث عنه وكيفية المواجهة كيف يمكن أن نقرأ موضوع الوزارات الأمنية ووزارتين الدفاع والداخلية في العراق دعيني يقول لك نعم دقيقة فقط للأسف الشديد أن القوى السياسية كأنها في حالة غيبوبة كأنها مجمدة لا تدري من الذي يحصل حولها هم يتناقشون حول من يصبح وزيرا من يصبح وكيل وزير الامتيازات هناك الامتيازات هناك دون أن يدركوا أن البلاد كلها مهددة بخطر التقسيم مشروع جو بايدن يدق على الأبواب هو قادم لتقسيم العراق مثل ما مشروع تقسيم سوريا جاهز أيضا وهو امتداد لمشروع برنارد لويس برنارد لويس الذي قسم المنطقة إلى 41 دولة أو مقاطعة أو دوقية قد لا يحصل الأمر كله بوجود الممانعة بوجود الرفض بوجود مقاومة هذه المشاريع ولكن بلا أدنى شك ستأثر تأثيرات بليغة على عموم دول المنطقة في الحاضر وفي المستقبل أيضا دكتور عبد الحسين شعبان شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفدتنا بها ولكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح المعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر